موسيقى نشفنا داما غير ما يوجد في العرفين تمارك الله الحمد لله الحمد لله هنا مدينة صحية كتبتها كبيرة لأنه الآن ما رأينا غير في هذا الموحيط دينا اللي فيما كانت وجده اليوم عدنا عشراء دي الأكبر مستشفيات في مغارية تقريبا عدنا عادي يكون إن شاء الله في بداية المشتنبير ثلاثة ديال المؤسسات ثلاثة ديال الطيب، ثلاثة ديال الصيدلاء، ديال الطيب الأسنان وهذا شيء مهم جدا في تكامل بين المؤسسات وبين معه عمومي اللي ما كيعرفوش الناس كينا هنا يا صاحب جلال ما صلى الله كان ديشن مدينة ديال البيهن والكفاءات في تنسنا وهكي القطب الصحي دياله موجود في العرفين إذن هنا زياد على عدنا كلية ديال الهندسة ومدارس الهندسة ديال الإحصائيات علوم الإعلام، إذن ميك نشوفو هذا واحد مدينة علمية، مدينة صحية متكاملة ومع المشروع إن شاء الله ديال المستشفى محمد السادس في العرفة إن شاء الله هذا شيء جميل جدا على عدنا واحد صورة مهمة في المغرب أنا كنظم بأن في الأخر ربا يمكن لك عليك خدرك وعدنا أكثر من 3000 سرير في هذه المنطقة هذه وهذا مهم جدا هذا ما كيعنيش بأنه التوجه عادي يبقى غير محلي ولا غير في الرباط ولا في الدر البيضاء كنظل المؤسسة محمد السادس للعلوم الصحيح عنده واحد توجه جيهاوي فيما كان الحاجة بأنه احنا امتداد للدول نوعا عنه فيما كان شيء حاجة اللي نقوم بها للمساهمة بأنه باش توصل إما الخدمة الصحية وإما التكوين للبحث العلمي فهذه الأماكن عادي نقوم به العام الجاي إن شاء الله في المغرب كان الكلية العمومية ديال الطيب في قولميم، كلية الطيب في بيملال، كلية الطيب إن شاء الله في الراشدية والقطب ديالنا زادة اللي هو ديال المؤسسات الداخلة فكنشوفها كنعموة تكوين وكنظن أن الجيهاوية في حد ذاتها تقوم على أساس تكوين لأنه كنظن بأنه كلما كان عندنا أطباء ولاد المنطقة فغالبا عادي يقلسوا في المنطقة وغالبا عادي يعطوا حل العناية كاملة للمنطقة إذن هذا هو اللي أهم، إذا بزاد الناس يقولوا كيفاش أنه تكون عدالة مجالية أنا كنشوف في الجيهاوية وهذا رأي الشخصي، عدالة مجالية في الندى الصحة تقوم على الجيهاوية كلما كانت عندنا كوليات ومستشفيات في الأماكن اللي هادا مأزولة أو اللي ما يسمى بلو ديال المنطقة لكن كنا بأن هاد الناس هذو استقروا تماما ويعطوا أحسن العناية للناس في ذلك ذات المنطقة موسيقى موسيقى نضح كيفاش جات الفكرة ديال المركز هو المركز التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم الصحة وهذا صاحب جلال نصر الله في رؤيا وإرادة ملكية بأن يخلق واحد مؤسسة مؤسسة اللي تكون وطنية وزع ما في جميع الأماكن ديال المغرب ما تكون شايف الدربي ضولة الرباط ولكن تكون عندها واحد القوة جهوية كذلك فهذا المؤسسة هذي ستتهتم ثلاثة ديال الأشياء واللي كل شيء متعيكم تتافق عليها أولا كي نال خدمات الصحية وهذا شيء مهم جدا بأنه الجميع يتتفق بأنه الوعاء والعدد ديال الأسيرة في المغرب بخصوة يرتفع إذا هذي المؤسسة هذي كتحود للعاتق دياله بين العدد ديال الأسيرة إن شاء الله بخلق مستشفيات جديدة إذا طبيعة الحال كنا المؤسسة كنا ديال المستشفى الدولي الجامعي ديال البوسكورة اللي كيحمل اسم ديال صاحب جلال ولكن كذلك عايكون جوج ديال مركبة الاستشفائية جامعية واحد مدينة الداخلة وواحد مدينة الرباط إن شاء الله وهذا عادي يزيد من العرض الصحي في المغرب الشيء الثاني هو أنه أخذت العقيد تيق ديالها هو أنه الجودة فهذا التطبيب هذا والكل اللي ربما سنعود إلى هذا الحادث عنه هو أنه الطيب يعيش واحدة طورة معرفية مهمة جدا والله يأخذ بعين الاعتبار هذي المؤسسة هذي الشيء الثالث هو هذا الناس اللي خطت تعرف من المؤسسة اللي كتحل هذي المستشفى الديالها هي مفتوحة للجامع إذا الناس اللي عندهم تأمين الإجباري وعندهم بطاقة ديالهم طبيعة الحال كيمكن لو مستدفدون هذه الخدمات هذي ما فيهاش واحد انتقاء ولا واحد نخبوي يغيب باش الناس تعرف وهذا مؤكد عليه بأن هذه العدالة المجالية والعدالة الصحية موجودة في المؤسسة هذا هذا الجانب الأول الجانب الثاني واللي كونش متافق عليه هو أنه التكوين في ميدان الطب في ميدان الصحة أو الوظيفة الصحية مهم جدا كنا عارفوا بأن هناك مشاكل أنه عدد قليل ديال الأطباء في المغرب وكثير يوهاجرون إذا احنا هذا العرض هذا سيوسع إن شاء الله كين الجوج ديال مدارس والجوج الكلية ديال الطب والصيدال اللي اللي تحلو إن شاء الله لمستانة مقبلة كين واحد رباط تحت لواء ديال جامعة محمد السادس للعلوم والصحة وكذلك الدخلة وهذا مهم جدا لأنه في الدخلة كنظر هذه المنطقة هذي يخصي كون فيها تكون كذلك في إطار الجوهوية الموسعة وكذلك البعد الإفريقي للغريب لنا الدخلة كنفوا قريبة المريطانية وكذلك إلى إفريقيا إذن عادي تحل تماما وهذا عادي يمكن كذلك بأنه العدد ديال الطلبة يتزاد وكذلك العدد ديالناس المتخرجين كتار بالنسبة لهذه الوظيفة الصحية النقطة الثالثة بالنسبة للمؤسسة وهذا هناك يولي الدور ديالنا هو صاحب جلالة أكد على أنه يكون دور أساسي للبحث والابتكار في هذه المهمات ديال مؤسسة محمد السادس للعلوم الصحة من هنا جاء المركز ديالنا الذي يحمل الإسم الكريم ديال صاحب جلالة اللي هو مركز محمد السادس للبحث والابتكار واللي عادي يهتم أساسا وربما عادي يرجع له خلال الحديث أساسا على هذا الجانب هذا البحث والابتكار داخل المؤسسة وغير الهدف ديالنا من خلال الإحداث ديال هذا المركز وكذلك الأيام العلمية هو نقول بأن نحن موجودين كان واحد الحس بأن نفتحو هذا المجال هذا الكثير عدد من المغاربة وجميع الأطر الصحية ومنازل البحث العلمي نفتح على المحيط الوطني والدولة مهم جدا ممكن الشخص واحد والمؤسسة واحد تقوم ذلك شيء ولكن نحن الدور ديالنا كأم مؤسسة تحمل الإسم ديال صاحب جلالة إن شاء الله نتمنى أن تكون عند الثقة المولوية وبأن نحن نحق الكثير من هذا الأدب للإسترمات موسيقى 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 لا تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبراس موسيقى 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 موسيقى